كشف نادي برشلونة الإسبانية نقابة عن تمثال الهولندي الراحل الأستورة يوهان كريف أستورة البلاوغرانة سابقا كلاعب وكمدرب وأقام برشلونة حدثا ترويجيا للكشف عن تمثال في ملعب كامبنو معقل الفريق الكتالوني وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة داخل النادي على رأسها جوسيف ماريا بارتوميو رئيس النادي ونائبه جوردي مويوكس وجوردي كاردونز كما حضر كل من زوجة النجم الراحل وأبنائه وفي مقدمتهم نجله الأكبر جوردي كريف والذي تحدث لوسائل الإعلام قائلا في كلمات مقتضبة هذا تمثال يجلب السعادة والفخر لجميع أفراد أسرتي وتحدث بارتوميو رئيس برشلونة وقال هذا تمثال سيكون تذكيرا دائما لنا بالراحل يوهان كريف وما يمثله بالنسبة للنادي هو جزء مهم للغاية من تاريخ نادينا وجوهرنا ومشاعرنا ويعد هذا تمثال الأضخم بالنسبة للعب كرة القدم الذي يبلغ طوله ثلاثة أمتار وخمسمائة سنتيمتر ووزنه ألف وخمسمائة كيلو جراما وهو مصنوع من البرونز وتوفي كريف الرابع والعشرين من مارس من عام 2016 عن عمر ناهز 68 عاما بعد صراع مع سرطان الرئى